وعلى جبهة أخرى بسط الجيش الوطني سيطرته على أهم المحاور في محافظة حجة هو محور عاهم الرابط بين الطريق الدولي ومحافظتي صعدة وحجة مرورا بمحافظة الحديدة موفدنا حسين بن مسعد معه التفاصيل بعد سيطرة الجيش الوطني على محور عاهم عادت الحياة إلى بعض المديريات لعل أهمها مديرية حيران على الطريق بين حرض شمال السعودية ومحافظة الحديدة والآن مدينة حيران بالكامل مسيطرة من كل الاتجاهات ومؤمنة وتم يعني رسم البسمة على وجوه المواطنين كما ترونهم وفارحين بوجودنا وبإذن الله تعالى سوف يتم تحرير متبكى الوطن لكي نرسم على المواطنين البسمة والفرحة عليهم أهالي حيران عبروا عن فرحهم بانقشاع الغيمة الحوثية التي أرعبتهم سنوات وعودتهم للبيع والشراء في أسواقهم اليوم قتل الجيش الوطني واستقروا أبنى هذه المنطقة وهم مرتاحين والفرق شاسع بينما اليوم الأمن والأمان والناس مرتاحين ومبسطين ويتعيشون ويطربون الله بالأسواق ويتحركون حيث يشعون وفي القبل المشيات الحوثية كانت خيمة عليهم وكابوس ظلامي لا يعرف أحد ولا يعرف لا دين ولا إسلام ولا أخلاق ولا حرمة ولا شيبة ولا زواب كان عنده فرض الهيمنة كنا في الطهاد وفي ظلم وكأننا تحت الأرض والآن نحن والله كأننا خلقنا من جديد عادت لنا الحرية والكرامة نشكر الله ثم نشكر التحالف العربي ونشكر قوات الشرعية ممثلة بالزعيم عبد الرب منصور هادي ونشكر كل من ضحى بدمه الغالي في ثارة هذه اليمن الطاهر خوف وجوع خلفهم الحوثي في المديرية جراء استنزاف أموال المواطنين بفرض رسوم ما يسمى المجهود الحربي وتجنيد أطفالهم عنوة في صفوف القتال من وسط السوق حيران بمحافظة حجة شمال اليمن حساب مسعد شكرا